بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وماهم بسكارا وماهم بسكارا ولكن إن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه ما تولاه فأنه يبله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعض فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أدل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلو أشتكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت وأنبدت من كل زود بهيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجارل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عقفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلاء للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه طير لقمأ النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه قسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دور الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الظلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المغلاء ولبئس العشيد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الألهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينضرها ليذهبن كيده ما يغيب وكذلك آزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصرى والمجوس والذين أشرطوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير خط عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصف من فوق رؤوسهم الحميم يصفر به ما في بطونهم والجلود ولهم مطامع من حديد كلما أرادوا أن يفهدوا منها من غم وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الألهار ويحلون فيها من أسابر من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حريق وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاتف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليضوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الغجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشرفين به ومن يشرف بالله فكأنما قر من السماء فتخطفه الضير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها منها تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا ما سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المكبتين الذين إذا ذكر الله وجنت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمليم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا الغانع والمعتر كذلك سفرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا يناله التقوى منكم كذلك سفرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحصرين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهم بما الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من يعصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوح وأصحاب مدين وكذب موسى فأهليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلدناها وهي ظالمة فهي خارية على عروشها وبئر معطلة وقصر من بشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذاب يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سلسل مما تعدون وكأي من مرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أشحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحيم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤرنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى خراب المستقيم لا يزال الذين كفروا في مريتيا منه حتى تأتيهم الساعة بغدة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملق يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنجنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم والذين هاجوا في سبيل الله ثم قتلوا أو باتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير وازفين ليدخل لنهم مدخلا يرقونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوكب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو الوفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع مصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من أدونه هو الباطل وأن الله هو العليم الكبير ألم تر أن الله أنسن من السماء ماء فتصبح الأرض مبضرة إن الله لطيف عبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سفر لهم ما في الأرض والخلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا نأنسكا هم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به صلصانا وما ليس لهم فيه علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسكون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأ نبيكم بشرز من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس اغرب مثلها فاستمعون إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعونه فإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه ضعف الطالب والمقلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سبيل مصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجعوا الأمور يا أيها الذين آمنوا اركبوا اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلهم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباهم وما جعل عليكم في الدين من حرج من لتابيكم إبراهيمه وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أعلى الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو بولاكم فنعم المولى ونعم النصير اشتركوا في القناة